تولى إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو مهام منصبه رسمياً بعد يوم من تنازل والده عن العرش قائلاً إنه يشعر بجلال المناسبة وتعهد بأن يكون رمزاً للأمة ووحدة الشعب وفي المرحلة الأولى من حفل الارتقاء للعرش حمل أمناء الإمبراطورية الأختامة الرسمية والخاصة إلى القاعة مع اثنين من الرموز الثلاثة المقدسة لليابان سيف وجوهرة اللذين يمثلان مع مرآة رموز العرش وكان يقف إلى جوار الإمبراطور الجديد شقيقه وولي عهده الأمير أكيشينو خلال المراسم المقتضبة ولم تتواجد الإمبراطورة ماساكو زوجة الإمبراطور الجديد في الغرفة وفقاً للتقاليد التي تمنع أميرات عائلة الإمبراطور من الحضور ولكن للمرة الأولى شهدت المراسم مرأة وهي ساتسوكي كاتاياما التي شاركت باعتبارها عضواً بحكومة رئيس الوزراء شينزو آبي